اشتركوا في القناة الجامعات اللي صممها مركز الكفيل لتقنية المعلومات التابعة للقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتب العباسية المقدسة ان شاء الله اليوم انوياكم راح نشرح الجزء الخاص بالاستاذ وكيفية التعامل مع هذا النظام طبعا انوياكم راح نقسم هذا الجزء الى مجموعة من السكشينات من المقاطع حتى يكون الشرح بصورة كافية ووافية وما يكون الفيديو طويل وممل بداية خليكون ببالكم انه دائما احنا ننصح انه نستخدم متصفح الجوجل كروم حتى نتعامل مع هذا النظام اذا كان منصب على حاسبتك هذا البرنامج خيرا على خير واذا ما كان منصب على حاسبتك من الممكن ان تضغط على تحميل راح يوديك للصفحة الخاصة بالجوجل كروم داولود مانتب راح تقدر تنسل هذا البرنامج وسوي العمل يستطبع الكمبيوتر مانتب بالتالي انه راح يكون متكامل ويعمل بصورة فعالة مع هذا النظام في ادارة هذا النظام والتعامل مع الواجهات الخاصة به بداية هاي الواجهة الرئيسية ماتي بها تسجيل الدخول دائما للامنية راح يطلب من عندنا اسم المستخدم ويطلب من عندنا باسورد انا من الممكن ان اطي وانطي باسورد اوكي ممكن اهنا تقول له تذكرني حتى يحفظ هذه المعلومات وين داخل المتصفح مالتا ومن الممكن لا اذا كانت مون كمبيوتر مالتك بالتالي انه لا تقول له تذكرني انا متحافظ على الواجهة مالتك راح اقول له تسجيل الدخول راح اسجل الدخول للمتصفح مالتي او للنظام مالتي للواجهة مالتي طبعا هو هنا احنا بنصوينا لوكل فدي اخذ شوية وقت ان شاء الله النظام تكون كل السريع وراح يعمل اه بسرعة وكفاءة عالية بداية هي هاي الواجهة الرئيسية للنظام الواجهة الرئيسية انا حتى افتهمها بصورة صحيحة افهمها واهضمها راح اتعاملوا اياها كجزء جزء بداية اش عندي هنا هاي الداشبورد مالتي الي هي لوحة التحكم مالتي احنا نسميها لوحة التحكم لوحة التحكم بيها طبعا هنا اسم المستخدم وبيها هنا كل الاكتيفتيز الفعاليات اللي ممكن ان اسويها درجات المحابرات الغيابات التبليغات قاعمة الامتحانات نتائج الامتحانات البريد الصادر والبريد الوارد لاني كل هن موجودات عندي بالاضافة مثل ما قلنا الى انه اسم الاستاذ هنا وصورته هذه اللوحة ما تتحكم اذا كنت انه اريدها تبهر هنا من الممكن انه اخليها واذا ما اريدها تبهر راح اضغط على ذني ثلاث خطوط راح تزغر هاي اللوحة وتختفي اهنا مثل ما تشوفون انتو حتى تحصل على مساحة اكبر انه ممكن انه اتعاملوا اريد ارجحها رجعتها هاي النافذة عندي نافذة لوحة التحكم زيان بعد شنو عندي طبعا كل استاذ رح يكون كود خاص بي. كل استاذ عنده كود خاص بي. هاذا الكود شوف اسا هاذا الاستاذ هذا الكود ماتى. من اضغط Savla ممكن انه من خلاله اغير كلمة المرور ماتي. من خلاله اغير كلمة المرور رح اكتب كلمة المرور القديمة. واكتب كلمة المرور الجديدة وكلمة المرور الجديدة راح ارجع اكررها هنا حتى مجرد تأكيد الها. وش اضغط اضغط على تغيير. مرح اضغط على تغيير راح تتغير كلمة المرور اللي موجودة عندي. راح انطيعني رجوع مارد اغيرها حاليا. بعد شنو عندي? عندي تسجيل الخروج. كل المستهدمين سواء كانوا اساتذة او طلبة او ادمن للنظام دائما ننصح انه من يخلص من النظام مالته يضغط على تسجيل الخروج. تسجيل الخروج. راح تقول لي ليش? اقول لك لا تروح السد المتصفح رأسة انت حتى ترجع كل شيء بمكانه وسيف كل المعلومات التحديثات اللي حدثتها. يفضل انه تنطي تسجيل الخروج حتى شي يسوي تسجيل الخروج يرجع يعني كل شيء المكانه راح يرجع وكذلك للاهمية القصوى انه شي حيصير انه راح يحافظ على امنية النظام. راح يحافظ على والباسورد مالته. لذلك دائما ننصح انه من تخلص من النظام والعمل به راح سوي تسجيل الخروج وما تروح تطفيه من فوق. واضح? هذا بالنسبة الى تسجيل الخروج. او المقطع اللي بعده هو مقطع التبليغات. مقطع التبليغات. طبعا اهنا التبليغات اللي تجي منين من رئاسة القسم. اللي تجي من عمادة الكلية. اللي تجي من رئاسة الجامعة. كلها هتلقوها هنا. كلها هتلقوها هنا. اش تقدر تسوي بعد? طبعا هنا هذا راح يعرض لك اخر تبليغ. تقدر هنا عرض جميع التبليغات. راح يفتح لك نافذة جديدة بها جميع التبليغات اللي موجودة عندي. طبعا تبليغ تقدر تسوي لباحث منه. تقدر تسوي لفلتر عن طريق عنوانه عن طريق التفاصيل مالته. او عن طريق التاريخ مالته. واضح? ظني كل التبليغات اللي موجودة. زين? راح تقول لي ظني شنو? اقول لك هاي تحديث رفرش مجرد رفرش انعاش للبيانات. تصدير الى تصدير الى. فنين دني تصدير? اي نعم فنين تصدير. اول واحد اذا تغطي راح يصدر لك المن? راح يصدر لك الى بي دي اف. تشوفوا بي دي اف. راح يصدر لك الى بي دي اف. امتداد بي دي اف. يصدر لك كل التبليغات اذا اريد تصدرها وتحفظها بالحاسبة او تريد تطبعها. زين. الثاني المن راح يصدر. الثاني راح يصدر لك الى مايكروسوفت اكسرشيت. مايكروسوفت اكسرشيت. يعني يعني ملف اكسر راح يصدر لك اياه. واضح? هذا بالنسبة الى الى المقطع مالت التبليغات. الى المقطع مالت التبليغات. راح ارجع للصفحة الرئيسية مالتي. بالصفحة الرئيسية اهنانة عندي الجدول. دي شوفونا هذا الجدول زين. راح تسأل هذا الجدول الخاص شنوه? بيمن? هذا راح يحتمد على من اللي موجودات عندك. دي شوفون هو مقسم سبت احد ثنية ثلاثة كل ايام الاسبوع. وهنا مقسم الوقت ماتي. وهنا شي يحتوي اسم المادة والكود مالتها. والكلية مالتها والقسم مالتها والمرحلة. والدراسة نوع الدراسة صباحة او مسائي. اسم الشعبة. كل ذنى المعلومات راح تكون مضمنة وين? مضمنة بالجدول. منا حيسوي الكياه? حيسوي الادمن مات النظام اللي هو مشرف على القسم مقرر القسم رئيس القسم هو راح يسوي الكياه هناك وانت فقط راح تعاين. راح تسوي له معاينة. واضح? زين. شنو عندك هنا? عندي هنا ثلاثة اشياء. اول واحد هو جدول الاستاذ فقط. جدول الاستاذ فقط. جدول الاستاذ انه انا راح اشوف فقط جدولي. فقط راح اشوف الجدول ماتي. جدول الاستاذ فقط راح اشوف الجدول ماتي. تشوفونا موزع على ايام الاسبوع وعلى اوقات اللي موجودة. الجدول المتابع. الجدول بغير كلية. واضح? فهنا جدول المتابع انه راح اتابع في الجدول معينة بغير قسم بغير كلية من الممكن انه راح تقول لي هذا مين راح يضيف ليها? انت راح تبلغ رأسة القسم انه يا با انا اتابع الجدول بفلان قسم او بفلان كلية. فتحط تخلو لي اه من ضمن الاوليويات او الجدول ماتي. الجدول حسب الشعبة. جدول حسب الشعبة. اهنا راح يطلع حسب الشعب. اختارت الشعبة. واهنا مثلا هندسة تقنيات الحاسوب المرحلة الاولى. دراسة المسائية شعبة اي. واضح? راح يطلع الشعبة اي. هذا الجدول مالته. راح يطلع الشعبة اي جدول مالته. زين. راح تقول لي مثلا اذا غيرت اهنا اريد المرحلة الرابعة دراسة المسائية ايضا شعبة اي. رح يطلع لك اهنان الدراسة المسائية شعبة اي. وهكذا رح يكون عندي الشغل ماتي. فهذا الواجهة الرئيسية رح تضمن ذني الاشياء. فدمراجعة سريعة عليهم. مقطع التبليغات. مقطع الجدول. جدول الاستاذ فقط. جدول المتابع وجدول الشعب. وهكذا. الهنا اخواني اساتذتنا الافاضل رح تنتهي المحابرة مالتنا. ان شاء الله مقاطع اخرى رح نناقش اه في السكشينات اخرى. ان شاء الله منذني السكشينات الموجودة ونتباحث بها ونشرحها بالتفصيل حتى نعرف كل احنا شون نريد نتعامل مع هذا النظام. شكرا لكم وشكرا لازغاكم. ان شاء الله نلتقي محابرات قادمة باذنه تعالى. شكرا جزيلا لكم. اشتركوا في القناة